هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد سيدات فريق كرة اليد سيدات بقيادة كابتر محمد عادل زولة كان عندهم مباراة مهمة مع نادي سبورتينج هدوكم عارفين نادي سبورتينج يعني سيدات في كرة اليد ورجال ايضا من الفرق الكويسة جدا مباراة قيمت على صلة الامير عبدالله الفصل وانتهى شوتها الاول بالتعادل 11-11 لغاية ما فرقتنا استطاعت انها تحسم نتيجة المباراة في النهاية بنتيجة 31-22 المباراة زي ما قلت لحضراتكم اتلعبت او مبارح على صلة الامير عبدالله الفصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة النادي الاهلي هو في المركز الاول النادي الاهلي كرة يد سيدات في المركز الاول ودي الجولة العشرة عشرة في 33 ب30 يعني احنا عندنا 30 نقطة من العامة الكاملة بفوز متتالي الحمد لله ولكن لسه مطشات قوية جاية وكان قابلها مطش سموحة برضو فوزنا فيه ولكن في مطشات جانة تمنى الفريدة يفوز بكل مباراة التاني في الجدول هو نادي الزمالك المنافس الدائم يمكن مش الدائم في كرة الياد السيدات ولكن الفترة الاخيرة في كرة الياد السيدات بدأ يعني يظهر نادي الزمالك هو بيجي في المركز التاني برصيد 24 نقطة وبعدين نادي الشمس برصيد 21 نقطة طبعا كل التوفيق الفرقة عندها موسم طويل الدوري السيدات ما توقفش كان متوقف لمدة شهر لما منتخب مصر ومنتخب الناشئ الكبار والناشئات كانوا بلعبوا بطولة ودية ولكن الدوري السيدات شغال الرجال هو المتوقف عشان بتوت أفريقيا إن شاء الله في شهر يناير القادم بإذن الله كل التوفيق لفريد كرة الياد السيدات في النادي الأهلي